أبره مع قومه الذين كذبوا كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم أي عظم عليكم مقامي أي فيكم بين أظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله أي بحججه وبراهينه فعلى الله توكلت فإني لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي فاجتمعوا أنتم وشركاءكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثا ثم لا يكون أمركم عليكم غمّة أي فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومه إني أباليكم إني أشهد الله واشهد وقوله وقوله فإن توليتم أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة فما سألتكم من أجر أي لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل والإسلام هو دين جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال ابن عباس سبيلا وصنة وأثر عبد الله بن عباس مر معنا في صحيح البخاري أنه فسر شرعة ومنهاجا قال سبيلا وصنة قال فهذا نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين وقال تعالى عن إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقالت بالقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة ولهذا قال في الحديث الثابت عن نحن معاشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأولاد العلات الأب واحد والأمهات مختلفات متنوعات بمعنى أصل الدين واحد وبالنسبة للأشقة يقال لهم ماذا قال لهم ألا أشقة إخوة الأشقة يقال لهم أشقة هكذا طيب وأولاد الأم ماذا يقال لهم أباؤهم مختلفون وأمهاتهم شتى ماذا يقال لهم من يقول ولله أبوه الفائدة مرت معنا كمال الأخياف صحيح طيب أباؤهم أو أبوهم واحد وأمهاتهم شتى ماذا يقال لهم كمال أولاد علات أولاد علات فعندنا أشقة أولاد علات يعني الأخياف الأخياف فأولاد علات الأب واحد والأمهات مختلفات قم ممكن أم ممكن الأب واحد والأمهات مختلفات كيف طيب تزوج أكثر من واحدة طيب أبا مختلف وأم واحدة كيف يعني طلقت أو ماتنا وتزوجت نعم قال رحمه الله وقوله تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه أي على دينه في الفلك وهي السفينة وجعلناهم خلائف أي في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي يا محمد كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين قصة نوح تكررت هكذا ابتداء من سورة الأعراف يعني أعني القصة أما ذكر نوح فهو مبثوث في سورة الأعراف وبعد الأعراف يعني يونس وطلع عليهم نبأ نوح وبعد يونس هود ويظهر أن أطول قصة لنوح في سورة هود هكذا طيب وذكر نوح عليه السلام أيضا في سورة الأنبياء وفي جملة من السور في موضع الله جل وعلا يبسطها وفي موضع يعني تختصر هذه القصة التي قصها ربنا تبارك وتعالى علينا طيب هنا فإذا قال والمراد والمراد بالأعيان الإخوة لأبوين الأشقاء أو أعيان والمراد ببني العلات الإخوة لأب والمراد ويقال للإخوة لأم الأخياف هذه فائدة من الروضة الندية وهي في الدرار نعم وفي كتب العلم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري هنا نوح إذ قال لقومه يضاف القوم إليه وهم كفر أو ينسب إليهم وهم كفر فما المراد المراد بالأخوة التي وردت قال لهم أخوهم نوح أو لقومه المراد بذلك النسب المراد بذلك النسب وفي نسب نوح نوح ابن فلان ابن فلان ابن فلان هذا مذكور مذكور في كتب الأنساب وقصص الأنبياء إذ قال لقومه كم كان بين نوح وآدم أبو علي كم قرن بين نوح وآدم كم من القرون جاء عن ابن عباس عشرة عشرة قرون كان كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على التوحيد فبدأ الشرك في قوم نوح في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا فبقيت الأمة يعني من زمن نوح وإلى زمن قبل زمن نوح يعني عشرة قرون بين نوح وآدم على التوحيد ثم جاء الشيطان وأمرهم بالتصوير تصوروهم ثم بعد ذلك نحتوا هذه الأصنام وعبدوها من دون الله إن كان كبر عليكم مقامي ابن كثير يقول بين أظهركم هل ممكن أن يفسر المقام بالنبوة زاد المسير إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله لأن النبوة مقامها رفيع وأعلى منصب ديني هي النبوة يعني النبوة تشمل الرسالة إذا أهردت وإلى الرسالة ثم بعد ذلك يعني كما قال الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إذن منزلت الصديقية منزلت الصديقية هذه بعد النبوة ثم الشهادة ثم الصلح وهكذا في زاد المسير إن كان كبر عليكم كبر عظم وشق عليكم مقامي أي طول مكثي وقرأ أبو أبو مجلز مجلز وأبو الرجاء مقامي وتذكيري وعظي فعلى الله توكلت أي في نصرتي ودفع شركم عني فأجمع أمركم إذن أي مقامي وهو يعني بقي يدعو إلى النبوة من أشجع الناس على الإطلاق الأنبياء هكذا هذا نوح يقول فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة يعني لا يكون مستورا وإنما ظاهرا منتشرا بين الناس قال فأجمع أمركم وشركاءكم عليه الصلاة والسلام ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون وهكذا هود الآية التي ساقها يعني قريبة مما قاله نوح عليه السلام من شجاعتهم نعم ما قصه الله عن موسى واجه ذلك الطاغية نعم قال ربنا تبارك وتعالى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لربي حكما بقي عنده وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري ألقى عصاه وعمل ما عمل يعني شجاعة متناهية وهكذا شعيب خطيب الأنبياء كيف أفحم أولئك الكفر وأقام عليهم الحجة وهكذا عيسى واجه ورفعه الله إليه لكن خاتمتهم محمد هو أشجعهم هكذا هو أشجعهم طيب الدليل على ذلك الدليل عبد العزيز يعني هذه قوة أحيانا قد يكون شجاعا ما هو قوي عنده شجاعا لكن جسمه ضعيف لكن القوة الجسمية نعم موجودة في الأنبياء هكذا نوح صنع السفينة ولا يصنع السفينة إلا رجل عملاق هكذا يأتي بالأخشاب ويربط هذا ويدق هذا وحملناه على ذات ألواح ودسر وهكذا موسى موسى كان قويا إن خير من استأجرت القوي الأمين لما جاء ملك الموت ودخل عليه ماذا فعل به لطمه حتى فقأ عينه أخرج عينه ثم رجع إلى ربه وقال يا رب أرسلتني إلى عبد الله يحب الموت عنا الله كيف لطمه يعني بعض الناس قد يشاغب قل لطم الملك يقال هو لا يعلم أنه ملك الموت لأنه دخل كالصائل إلى بيته كأنه يقول ما الذي أدخلك إلى بيتي تتطل على حرماتي ثم بعد ذلك لطم ورجع إلى ربه ورد الله جل وعلا عليه عينه ثم أرسله فلما علم أنه ملك الموت خير إن شئت أن تبقى فضع يدك على جلد ثور ولك بكل شعر السنة كم ملايين لا يعلم ذلك إلا الله فلما جاء وأخبره قال ثم ماذا قال الموت ثم الموت قال الآن نعم فقبضت روحه وهكذا لما سقى للمرأتين وحمل الصخرة وهكذا فوكزه موسى فقضى عليه يعني ضرب في صدره فمات هذه ضربة قوية كان قويا عليه الصلاة والسلام نعم نبينا أعطاه الله قوة قوته أنه كان يواصل الصيام قوته أنه كان يقم حتى تتفطر قدما في الركعة الواحدة يقرأ بماذا البقرة والنساء وآل عمران قراءة مترسلة يركع كما قاب آه إله إلا الله هذه قوة يسجد كما ركع وعلى هذا الحال تزوج إحدى عشرة امرأة صلوات رب وسلامه عليه مع قلة الزاد والطعام والشراب أعطاه الله قوة كان الصحابة إذا خافوا احتموا به في حفر الخندق لما جاء إلى الكدية التي عرضت لهم وأخذ المعول فضربها فانهالت هكذا في الغزوات إذا حمي الوطيس احتمى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الذي أتى إلى النبي وأراد أن يصارع كان لا يصرع ما اسمه أبو الربيع ركانة هذا ركانة اسمه تلحظ من اسمه أنه قوي هكذا اسم ركانة فكان لا يصرع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صارعني فإن صرعتك أو فإن صرعتني أسلمت وإن صرعتك ما سأسلم فقام النبي وصارع وصرع فلما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الأنبياء ومن سلك طريقهم واتبع هديهم وسلك سنتهم قوي هو يعطى قوة ولهذا الاستغفار والعبادة ومن كان كثير العبادة تراه قويا ويا قوم استغفروا قال هود لقومه أنه قال لهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم هنا القوة أحيانا ترى رجلا قويا خليا من الإيمان هذا لا يسوي شيئا كما تقول العرب استسمنت ورما وترى ضعيفا قائما بأمر الله عنده من القوة والشجاعة اللهم بارك الإيمان يكسب الشجاعة للأسف أن عند بعض الناس أن الصلاة والإيمان سبب للذل هكذا بعضهم يقول لا لا تصلي لماذا قال الصلاة تكسب نعم الذل نعم الذل لله نعم هو متذلل أما لغير الله فهم أشجع الناس ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الحديث كان أشجع الناس صلوات ربي وسلام وعليه إله نعم بارك أشجع صلوات بارك موسيقى